نورهان اللي قتلت أمها في برسعيد بتدخل في نوبة من الضحك الشديد لا تزال أصداء جريمة مقتل سيدة على إيد بنتها وصديق لها في محافظة برسعيد تسير الصدمة لكل الوطن العربي بعد الكشف عن التفاصيل الجديدة مروعة في القضية اللي هزت المجتمع كان من بينها دخول الاتنين نورهان والقاتل في نوبة من الضحك أمام النيابة وفق ما نشرته وسائل الإعلام الجريمة اللي أصارت حزن في الشارع المصري كل الوطن العربي الأم الضحية اللي كانت بتشتغل شغلانة بسيطة جدا وكانت بتعمل مشرفة عمال في أحد مستشفات ببرسعيد كانت كمان مستعدة لزفاب بنتها بعد ما تخطبت للشاب مصري بعد شهور من قصة حب واعتادت على نشر كلمات الحب والدعاء لبنتها على حسابها على الفيسبوك وطبعا ما كانتش عارفة إن نهايتها تيجي على إيد بنتها أمام النيابة البنت اعترفت إنها مش عزراء وإن جامعتها علاقة بإدمان المخدرات مع جرها اللي بيبلغ من العمر 16 عام ده عمره الحقيقي من 16 تقريبا و 17 سنة كان الناس بيقولوا إنه هو عند 14 سنة ولكن الحقيقة اللي قالها كمان وأكدها خطيب نرهان إنه هو ولد 16 أو 17 سنة وكان بيتردد على شقة نرهان في غياب أمها وأخوتها دائما ويوم الحدثة بالتحديد الأم اكتشفت وجود الولد مع البنت في وضع مش كويس في الشقة وطبعا انهارت وده اللي خلى الولد والبنت قرروا يقتلوها وفعلا الولد المجرم نفس قراره وقتى الأم البنت وخبطها على رأسها والأم وقعت على الأرض وتوسلته وترجته إن هي تنطق الشهادة ونطقتها كم مرة معدودة وهو بدون رحمة قال لها كفاية عليك كده وكمل عليها والبنت المجرمة ما اكتفتش بكده لأ جابت ميا مغلية وسكبتها على وش أمها حسب يالله نعمل وكيل علشان تتأكد إن أمها ماتت وطبعا النيابة العامة طلبت إجراء تحليل مخدرات للمتهمة اللي هي البنت بعد ما دخلت في نوبة من الضحك ومزاح مع المتهم أثناء التحقيق ده جعل النيابة بترجح إن في مواد مخدرة في دم البنت وطبعا عملوا لها كشف عذرية وفعلا تأكدوا إن هي فقدت العذرية يعني البنت مزنبة ولازم تاخد أقصى عقوبة ربنا يصبر أبوها وأخوتها ويرحم الأم يا رب رحمة واسعة ويغفر لها وتكون في الجنة ونعيمها طبعا نحتسبها من الشهداء لأنها ماتت موتت غدر أما عن خطيب نورهان فالحد الآن مش مصدق اللي حصل وبيقول الستة الله يرحمها كانت في منتهى الأخلاق والطيبة والحنية أنا كنت باعتبرها زي أمي وكنت بكلمها يوميا ولو ما سألتش عني يوم بقول لها وأنا لما سألتش ما تسألش يعني كان فيه بينهم حوار طيب ومحترم ونورهان بنت طيبة يبان عليها دلوعة ولكن هي محترمة لكن أنا مش عارف إلا حصل ده حصل إزاي ممكن تكون معارضة لتهديد بس حتى لو معارضة لتهديد فاللي حصل أنا مقر إنه هو خطأ والنيابة هتأكلنا الكلام ده أما عن والد نورهان فهو الحد الآن مصدوم صدمة كبيرة ومش بيبطل عياط لأنه كان بيحب الله يرحمها حب كبير وكان بيقول إن هي بمثابة أمه هو بيقول أنا مش هعرف أعيش من غيرها أنا ضعت من غيرها الله يصبره ويصبر أولاده يا رب ويعينه على اللي هو فيه ربنا يظهر الحق والظالم ياخد أقصى عقوبة لأن الموضوع بجد بشع جدا جريمة في منتهى البشاعة ربنا يحفظنا ويرحمنا اللهم أمين يا رب العالمين ويرحم يا رب داليا رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته شكرا